محمد سلامس وينب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة البدايات وبوابة الصباقات كما تشاهدون هذه هي الهجن تأتي لهذا المكان للاستفاف ومن ثم الانطلاق بعد اعطاء اشارة البدء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سنينة شريمة حرائر وعباديات وبعد كذا راح ان شاء الله وبكرا نبدأ السنينة عباديات والحرائر شبطين وطمنا على المشاركة المشاركة في هذا الدور والله المشاركة بامانة كبيرة والاشواة مضحومة يعني في اشوات وصلت خمسين في العدد يمكن موجود معنا احد ملاك الهجن او احد كبار ملاك الهجن المشاركين نطار بحضرتك أحمد أبو حمدان أبو مازن أبو مازن أنت بتشارك بي اليوم؟ أنا معي الطائف اللي هو نوع من الجمال؟ نوع من الجمال من سنالة من مرحة 40 سعودين قيمة الجمل هذا تقدر بكم؟ أصلت مليون ومتين ومليون وثلاثمئة وعند الأمر إن شاء الله أنا أتوصل للأزود النسبة كنت كامل لك الهجن في سيناء استفدت من السباقات ومن ارتفاع قيمة الهجن عن الأول تقريباً النسبة كام في خلال السنة؟ نسبة الارتباع للصعب؟ نسبة الثلاثة السنين النسبة زادت من 30% إلى 75% إلى 80% حكينا عن تجربتك أنت في السباقات بدأت من وقتي وإلا غايت الوقت؟ والله أنا بدأت من حوالي أربعة سنين أو خمسة أنا فاهم كيف كان ويرت بسابق قابل كثير ووجدتي كان بسابق ومقولنا حضرت أنا وكل وقت لا دولت نوع رجال يمكن السباقات بتتميز أنها بتوفر أيضاً فرص عمل للشباب ومؤورد اقتصادي إضافة للملاك الهجن احكينا عن تجربة الشخصية في هذا الجانب يعني عادة فرص العمل اللي ممكن توفر أكيد أنت كل عزبة على أقل فيها يعني لا يقل عن 10 أفراد 15 فرد أكيد أنت عندك مستفيد العلف عندك مستفيد اللي بيزرع برسيم مستفيد اللي بيزرع ذراح مستفيد الشعير مستفيد فكل هذا نحن ترجال بروح نشتري منهم أيضاً يتواجد في هذا المكان أحد كبار الملاك ملاك الهجن في مصر بالإسيناء نتعرف عوثك الشيخ سليم شيخ سليم احكينا عن مشاركتك في سليم والله إحنا هذا طبعاً المشاركة من يارة أباء والأجداد ولكن بفضل الله ثم رئيسنا عبدالفتاح السيسي وفرت لنا كل اللي ما نقدر نعمله وفرت لنا الوادي وفرت لنا لجنة وفرت لنا حاجات وفرت لنا أعماله وفرت لنا الشيخ وبعد الله لهم مهدي سليمان مدير البطولات في الاتحاد المصر رياضة الهجن النهاردة إن شاء الله احنا بصدد بإذن الله البدايات في والتجهيز لإستباق المدعوم من دورة إمارة العربية الشقيقة واستعداد إن شاء الله للمهرجان الرئيسي أو المهرجان الختامي لرعاية السيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورة مصر العربية زي ما حضرتك شايف إن شاء الله الاستعدادات تتم على أكمل الوجه العدد المشاكلين تهينا الحمد لله من موضوع التسجيل والبدايات زي ما انتشاه بابادات مبشرة بإذن الله النهاردة وصلنا إن شاء الله 648 بعير التسجيل وده عدد إن شاء الله كويس ببشر من الخير بإذن الله تمشي الأشوات إن شاء الله بإذن الله السبق هيكون على يومين اليوم الأول هيكون عبارة عن أول اللبانة وأول سرايم الفترة الصباحية والفترة مسائية سرايم العباديات والتاني سرايم والتليوم الأخي إن شاء الله يكون الربعان والسينيان والنيب ده بالنسبة للبرنامج الصباح والأمور طيبة إن شاء الله والأمور كويسة بإذن الله والجميع اللي جان مستعدة بإشراف كامل من الاتحاد المصري لدى الهجن بدعم من دولة الإمارات العربية الشفيقة وكل الجهود من الاتحاد سواء المصري أو الاتحاد الإماراتي بتتكلّل إن شاء الله لنجاح المهرجان في إذن الله مد حامد سالم عاري أمين صندوق الاتحاد المصري وعضو الاتحاد الإماراتي للهجن النهاردة بشرفنا في مضمار شرم الشيخ الرائع تحت رعاية دولة الإمارات المتحدة اللي بنوجه لها الشكر لدعمها لمهرجانات الهجن في مصر حسيان كان في العالمين أو في شرم الشيخ بدعم كامل لتنشيط هذه الرياضة التراثية المحبوبة لدى الجمهور العربية كاملة النهاردة في اليوم الأول لهذه البطولة بتشارك محافظات حديدة من جمهورية مصر العربية مثل جنوب سيناء وشمال سيناء على وجه الخصوص بتدعم بالإضافة إلى محافظات الإسماعيلية والوادي الجديد والشرقية وأيضاً العديد من الاندية المختلفة في المحافظات المهتمة برياضة الهجن أحمد الحميد مسؤول من قبيلة الشررات حكينا عن تجربة كنتم وغلاً من معي محافظة تجربتنا من المحافظة السروادة يعني تبعد عن شرم الشيخ أولي 1300 كيل مش من أول مرة نحن مشاركين ملكوا على طول ونشكر دولة الأمارات أدعمها للأخواء المصريين والعرب وتمع القبائل أكلمنا عن الهجن اللي جايبين هنتم كم عددها؟ عددها حوالي 50 من المحافظة الوادي الجديد ومش من أول مرة نحن معنا التسهيل نحن معقى على طول مثل السبغات ومشاركين على قول على طول مستمرار والساني نحن معنا ومشاركا في الثناية ومشاركا في اللباني ومشاركا في اللباني ومشاركا من والد من شبثنا جاءوا المركز أول اللباني ومعني مشاركا في البكارة الأول صراع بجهد أنت قادم من أي محافظة؟ من محافظة الشمال سيني من لجف جاني بتشاركا إلى الأحيان على الدعم هذا واشكر دولة الأمارات على دعمهم في مصر كيف بالنسبة لكيب فرقت معكم الهجن من أول لها الحال؟ والله فرقت كثير، كان بندرب بعوف وراكب فقال فتطورت الهجن وصارت جهازات راكب آلي والحمد لله يعني صرنا بالنفس وفي حلال من عندنا بيوصل الأمارات هنا وفي حلال بنشارك بها في السعودية وبنحقق من متابعين الأعزاء يمكن شايفين أنه رياض سبقات الهجن في شرم الشيخ أيضا تجذب إليها زوار المدينة من الجنزيات الأجنبية يحضرون لهذا المكان، يلتقطون الصور التذكارية يحرصون على مشاهدة جانب من هذه الفعالية وتأكد من مشاهدة جانب من خلالها Gloryت بيوصل تمنم مع شرق كجينب من خلال عنصار المترجم للقناة المترجم للقناة